مرحبا بحضرتكم مرة تانية من بعد الفاصل يعني الدولة المصرية خدت مجموعة من الإجراءات المهمة عشان تخفف بيها تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين سواء من خلال زيادة الرواتب والمعشات أو من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بعدد كبير من المنافذ فخلونا نتكلم بشكل مفصل عن إجراءات الدولة لتخفيف تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مع الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري أنه منوارنا في الستوديو أهلا بحضرتكم أهلا بحضرتكم صباح خير أهلا بحضرتكم يعني الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا أثرت على العالم كله سواء بنتكلم بتأثير اقتصادي أو تأثير يمكن غزائي من خلال الأمحة أو تأثير بترولي حتى العالم كله دلوقتي بيعاني اقتصاديا بسبب هذه الأزمة ومصر لم تكن بعيدة عن ما يحدث فيه الأزمات الاقتصادية التي تحصل في العالم فحبين حضرتك تشرح لنا أكتر الله في الحقيقة هي الأزمة الروسية الأوكرانية ما هيش هي السبب دي نتيجة للمشاكل اللي حصلت بقى فيه أزمة روسية أوكرانية إنما مين يقول إن مشكلة ما بين دولتين على مستوى العالم تتسبب في أزمة اقتصادية في 200 دولة يعني أياً ما كان حجم الإنتاج اللي طالع من أوكرانيا وروسيا هم يتبقوا دولتين يعني دول 2% من حجم العالم فمين يقول إن ده اللي أزل العالم كله بالتأكيد مش دي الحقيقة بالتأكيد الحقيقة مختلفة عن كده الأزمة للأسف هي غطت على الأثار السلبية لوباء كورونا يعني إحنا عشان نعرف إيه اللي بيحصل للعالم لازم نرجع شوية الورى لمدة سنتين في بداية وباء كورونا كان إيه اللي حصل في بداية وباء كورونا تقريباً كل المنتجين على مستوى العالم خسروا فهم النهاردة بيعوضوا خسارهم طب يعني إيه الموضوع بكل بساطة يعني كلنا شفنا الأخبار ساعة في وقت كورونا بسبب إن حركة النقل توقفت المواد البترولية حصل فيها خسارة كبيرة كنا بنشوف البرميل بيتباع بدولار وبسنت وكلنا الأخبار دي خضتنا ساعتها طب الأخبار دي عملت إيه في المنتجين المنتج مثلاً لو عنده استكشافات بترولية هيبدأ يعملها عنده خطة استثمار وقف خطة استثمار المنتج بتاعه مش مطلوب بيعه في السوق مش حد عليه طلب على البترول فهو كمان وقف الانتاج بتاعه وخفض الانتاج كان تكتون خسر في وقتها بشكل مباشر إن بقى بيبيع البترول بقى أقل من تكلفة انتاجه فدي خسارة واضحة وكمان وقف الاستكشافات فأول لما رجعت حركة الطلب مرة تانية على المواد البترولية بعد انحصار الوباء فهنا عندنا عجز في الانتاج فده أولاً وسانياً هو عامل العجز ده هو قصده وعايز يعود خسيره يعني هو بالنسبة لطول ما عدد المنتجات اللي معروضة في السوق أقل من المطلوب قادر يرفع السعر فيقدر يعود الخسير رفع في السعر مش معقول برضو يعني احنا قصر 100 دولار وفي تنبؤات بتقوله انه يكسر 140 دولار دلوقتي الشركات البترولية دي خسرت خسير واضحة كان عندها استكشافات المفروض انها تعملها وقفتها فدي استثمرات بنوك دولية ومستثمرين دوليين خسروا النهاردة عشان يبقى واضح للمشاهد السيطرة على العالم أصبحت من الشركات متعددة الجنسيات ما بقتش السيادة للدول ده اللي احنا بنرصده بقالنا أكتر من 30 سنة ان النهاردة القرار أصبح قرار المستثمر ففيه مستثمر استثمر في المواد البترولية وخسر النهاردة عشان يرجع هو يستثمر مرة تانية في الاستكشافات البترولية لازم يعود خسرته ويبقى عنده فقد يقدر يستكشف ديه من أول وجديد الخسارة اللي هو خسرها دي برضو فكرة المواد البترولية دايما احنا زهننا محدود على المحروقات دايما بنفكر في البنزين وفي السولار لكن في الحقيقة المواد البترولية دي مواد خام دخلة في كل معاملات الانتاج دخلة هي اللي بيطلع منها البلاستيك وبيطلع منها البولي بروبلين وبيطلع منها كل العناصر الانتاجية فزيادة البترول انعكست على الصناعة ككل انعكست على سعر انتاج الكهرباء انعكست على سعر الشحن الدولي يعني حتى شركات الشحن سعر المحروقات لما زاد عليها فبقى مطلوب منها ان هي كمان ترفع التمن صحيح عضف الى ذلك ان شركات الشحن نفسها في وقت الوباء بسبب توقف حركة التجارة الدولية كان عندها خسار خطوط الملاحية كانت متوقفة لو هم كمان بيستثمروا في صفن جديدة كانوا أقفوا الاستثمار دا فبرضو لما رجعت حركة الطلب على الملاحة والشحن العالمي هم كمان بدأوا يعوضوا الخسار بتاعتهم دي فانا عندي خسارة حصلت في المواد البترولية خلتهم يرفعوا التمن النهاردة غير خافي على حد ان رئيس بايدن طلب اكتر من مرة من منظمة اوبك تزود الانتاج عشان يقدر يسيطر على سعر المواد البترولية في السوق ومع ذلك اوبك رفضت لان المنتجين عايزين يعوضوا خسارهم كلام واضح وارادات واضحة فاذا انا عندي زيادة في المواد البترولية الزيادة غير مسبوقة اكتر من الضعف عندي زيادة في سعر الشحن العالمي عندي زيادة في انتاج المواد الغذائية لان برضو منتجين المواد الغذائية على مستوى العالم حققوا خسار فادحة في زمن كورونا يعني ايه؟ يعني في وقت كورونا لما خاصل كورنتين لما خاصل الحجر الكل في دول العالم الفنادق اتقفلت المطاعم اتقفلت الحاجات دي كانت بتاخد انتاج زراعي يومي يعني كانوا بيستهلكوا يوميا كميات من البطاطس الفنادق كانت بتستهلكها المدارس كانت بتستهلك خضروات ومنتجات للألبان مزموطة يا سلسلة لما ما استهلكوش في وقت كورونا المزارع بقى عندها فقد من الانتاج بقيت بترميل في البحر لان الفقد ده كان بيستهلك يومي ومالوش تلاجات يتخزن فيها فالمزارع خسرت في اول سنة في كورونا المنتجات دي ترمت وبعد كده لما جم دخلين على الموسم الزراعي التاني كانت الرؤية ضبابية فبرضو المزارع حدت من انتاجها لانها مش عارفة هل السوق يحتاج المنتج ولا لأ فلما جينا انحاصر الوباء وجينا عند موسم الحصاد ملقناش المنتجات الكافية لاستهلاكنا لان عاد مستويات الاستهلاك لمعدلاتها الطبيعية فكان طبيعي ان طالما معروض من المنتج كمية قال من المطلوب ان لازم هيزيد السعر العالمي فده النهاردة اللي عامل على مستوى العالم ازمة الحرب في الاخر هي نتيجة لان فيه عنصر رابع اضيف الى هذه العناصر الى وهو افراط البنك الفيدرالي الامريكي في طباعة الدولار في وقت الازمة على الولايات المتحدة الامريكية عشان تحافظ على المواطن الامريكي اللي عنده اقصاط للقروض اللي هو عايش بيها طبيعة حياة المواطن الامريكي انه عنده عربية بالقست وعنده بيت بالرغن العقاري فلما توقف عن العمل وبالتالي توقف دخله ما بقاش قادر يدفع الاصاط دي الحكومة الامريكية قدمت حزمة من الدعم للمواطن الامريكي وقدمت حزمة من الدعم للشركات الامريكية عشان تحفظها من اشهار الافلاس الحزمة دي كانت غير محدودة والغاية النهاردة هم لم يصرحوا بالرقم الحقيقي لده اللي فيه منظمات دولية بقى اترزدها وتتكلم عن اكثر من 5 تريليون دولار كان فيه افراط ليه لان كان فيه انتخابات رئاسية الرئيس دونالد ترامب حاول ان هو يشجع الناخب الامريكي على اعادة انتخابه من خلال مظلات الحماية اللي هو قدمها وكانت وجهة النظر في الولايات المتحدة الامريكية ان باعتبار الدولار عملة عالمية ان التضخم ده يتوزع على العالم يعني ايه انا محليا كاي دولة لو اخرطت في اطباعة العملة بتاعتي سعر المنتجات محليا هيزيد على شعبي انما مع دولة بتستخدم الدولار بتفرده على دول العالم كانت خطته من الزيادة دي هتحصل على مستوى العالم فاثارها مش هتصيب المواطن الامريكي بشكل كبير الا ان هم كان فيه خصمة اخر بيستعد وشايف الرؤية على هو الصين وروسيا الصين اكبر محتفظ به احتياطي نقدي من الدولار عندهم 3.5 تريليون دولار الصين اتفاجئت ان مع طباعة امريكا للدولار بافراط اصبحت الدولارات اللي موجودة في الصين دي ما تسواج غير تلتين امتها يعني 3.5 تريليون بتوع الصين دول لو كانوا يشتروا 10 منتجات قبل الوباء مع طباعة امريكا للدولار بعد الوباء بقوا من 3.5 دول يشتروا 7 منتجات كأن فلوسه خسر 30% من قيمتها وهو قاعد كده ما عملش حاجة فبقى فيه رغبة ملحة اكتر من حتى من قبل الوباء ان الصين تخرج عن قاعدة البترو دولار وان روسيا تخرج عن قاعدة البترو دولار وان هما يتعاملوا بمعاملتهم بعملتهم المحلية لان هما بقوا مشايفين انا النهاردة بشتغل وبتعف في سبيل ان الشعب الامريكي يعيش في رفاهية فوجهة النظر دي ما بقيتش عندهم وكان لازم الوضع العالمي والتجارة العالمية تبدأ تتغير وياخد مصارات تانية يعني ده بيؤكد ان الاقتصاد بعد اصراع الحالي مختلف احنا في حرب اقتصادية الحرب دي بعلها سنوات يعني اصلا قبل وباء كورونا الولايات المتحدة الامريكية فرضت عقوبات جمهوركية على الصين بنسبة 300% و400% بهدف الحد من التجارة الصينية وهم كانوا واضحا ان هم عندهم مشاكل اقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية قبل الوباء فازاي انت قدمت كل حزم الدعم دي للمواطن بتاعك فالنهاردة اللي ما بين الدول دي هي حرب اقتصادية الحرب مش مسألة اوكرانيا وروسيا لانهاردة مسألة فرض السيادة يعني الحرب النهاردة الهدف منها هي روسيا بتهدف الى ايه ان هي تظهر للعالم مدى قوتها الحربية عشان تقدر بعد كده تفرض على العالم ان اللي عايز يتعاون معها تعاون بالروبل لان امريكا لما فرضت التعاون بالدولار بدون وجود غطاء نقدي يعني لغاية سنة 1971 كانت امريكا ما تقدرش تطبع دولار الا لما يكون قدامه دهب في سنة 71 بعد خروج امريكا خسرانا من حرب فيتنام طلع الرئيس الامريكي وقال احنا ما عندناش دلوقت احتياطي من الدهب يكفي ان احنا نصدر قدامه دولار فاحنا خلاص هنصدر دولار بدون غطاء من الدهب وده كان في خروج على مؤتمر بريتون ووتز وخروج على الاتفاقات العالمية ولكن هم فرضوا ساعتها الامر ده بالقوة بسبب كمان البترو دولار طبعا يا فنم هم فرضوا هذه القاعدة ان ما يتمش تسعير البترول غير بالدولار بالقوة وبالسيادة عندها سيادة عايزة تفرد من خلالها استخدام الروبل زيها زي الصين لما هي عايزة تفرد استخدام اليوان فالمعركة الموجودة في اوكرانيا ما هيش معركة حرب ما بين روسيا واوكرانيا دي معركة على السيادة العالمية على التجارة العالمية النهاردة فيه رغبة عند دول العالم في الخروج من المظلة الامريكية للتعامل بالدولار في معاملات التجارة الدولية افكر ربط ده اعتقل ان يكون في مصلحة كل الدول هو دلوقتي بيحصل يا فندم بالفعل ليه؟ اول لما الولايات المتحدة الامريكية قالت ان روسيا مش هتشتغل على نظام السويفت اللي هو النظام العالمي للتحولات المالية فجأة ظهر لنا نظام روسيا نظام صيني كمان فيه نظام صيني كمان ايا فندم النظم دي مش معمولة النهاردة ده معناها ان الدول دي كمان عاملة النظم دي ومستعدة للمرحلة اللي احنا موجودين فيها فمن وجهة نظري ان الحرب لسه قدامها وقت لان هم عندهم اهدف اقتصادية للأسف الاهدف الاقتصادية دي بتأثر على العالم كله يعني في الحقيقة النهاردة العملات والبورصات العالمية بتتأثر وبتتوتر بكل الاخبار اللي بتنتشر الاقتصاد حساس جدا صحيح فاللي حاصل النهاردة حرب معلوماتية واقتصادية واضحة جدا احنا كمصر بنصاب بيها وبنصاب بأضرارها وبنصاب بأثارها بالرغم ان ده ما كانش يجب انه يحصل في مصر يعني احنا كمصر بفضل حكمة فخانط الرئيس كان عندنا انتاج في زمن الكورونا وقت ما دول العالم تخضت وقفت الانتاج اللي بسببه احنا في الازمة الحالية ان دول استهلكت منتجات ما انتجتهاش مصر كان عندها انتاج حقيقي احنا كان عندنا حظر انتقائي للفئات الاكثر تضرورا من المرض زي كبار السن واصحاب الامراض المزمنة الا ان باقة الخلايا الانتاجية في مصر كانت بتعمل وبتكافح وسترنا قصة نجاح كبيرة كانت جدا ان احنا كان عندنا معدل نمو 3.5% مصر كانت الدولة رقم 5 في النمو الاقتصادي على مستوى العالم في وقت وباء كورونا وده كان نتيجة زيادة في الحصالات الزراعية اللي بنصدرها انما اللي عندنا النهاردة هو يعني اولا تضخم مصدر الينا من الخارج نتيجة ان الدولار نفسه قوته الشرائية دعفت يعني انت لو كنت بتجيب المنتج ده بدولار بقيت مضطر تجيبه بدولار ونص فانت النهاردة احنا بنتحمل مع العالم الفاتورة الرفاهية الامريكية اضف الى ذلك ان في حرب اقتصادية موجهة الينا مصر دولة محورية في الشرق الاوسط وفي دول متحاربة هدفها ان تكتذبنا فكل طرف من الاطراف بيحاول اكتذبنا من خلال انه بيضعنا في مشكلة من المشاكل عشان نلجأ له والرؤية دي لازم تبقى واضحة للمواطن المصري ان احنا جزء من هذه الحرب العالم بينتظر قرار مصر تاخده لان قرارنا مؤثر في الشرق الاوسط البعض بيقض يقول ازاي حرك الاول قلت انه مصر احنا يمكن نبعاد فيقولك ازاي ده احنا يعني الازمة دي في اوروبا فحب حضرتك تركز عن نقطة دي احنا دلوقتي في سنة 2014 كنا بنستورد من الخارج منتجات ب70 مليار دولار امريكي 70 مليار دولار امريكي ده رقم ضخم جدا بفضل الخطة اللي حطتها الدولة المصرية قدرنا ان احنا نخفض في فطورة الاستراد الى 55 مليار دولار يعني نجحنا نشيل 15 مليار دولار وده مثلا اقللنا ربع فطورة الاستراد بتاعت مصر لكن لسه عندنا 3 ربع الفطورة 55 مليار دول رقم ضخم جدا احنا دلوقتي في تحدي ان احنا نتحول اكتر للصناعة المحلية انا امل ان 55 مليار دولار دول يدخلوا الجيب المصريين ما يدخلوش للخارج وكان عندنا مشكلة اساسية ان كان مكون مهم جدا من مقاومات الدخل القوم المصري هو السياحة وللأسف ان دي كانت تركيبة اقتصادية غلط لمصر على مدى سنين طويلة لان السياحة بتتأثر بالاحداث العالمية بشكل كبير جدا السياحة كنشاط اقتصادي نشاط حساس جدا الا ان مصر عندها استثمارات في السياحة وفي المدن السياحية ضخمة ده وضع احنا فرد علينا في 2014 فمع كل تقلب بيحصل لك انت بتخسر دخلها يعني ايه السياحة بتدخلك مليار دولار في الشهر يعني 12 مليار دولار في السنة فانا النهاردة في 2014 مع حدثة ضرب الطيارة الروسية احنا خسرنا السياحة فانت خسرت هذا الدخل كل احنا النوع طبعا احنا النهاردة في مرحلة اعادة هيكلة للاقتصاد القومي المصري وخليك عارف ان في الجمهورية الجديدة مفيش حاجة عشوائية كل شيء النهاردة محل دراسة ومحل علم وفي خطوات استباقية بتتخذها الدولة المصرية زي مثلا ان الدولة كان عندها رصد ان يحصل في تمن المواد الغذائية زيادة في شهر ابريل اللي هو شهر رمضان الكريم اللي احنا بيبقى عندنا اقبال فيه على الاستهلاج ده فالحكومة اخذت قرارات استباقية بدأت من قرار فخمط الرئيس ان العلاوة اللي بتنزل للموظفين والعلاوة اللي بتنزل على المعاشات تتطبق من بداية ابريل احنا الطبيعي ان العلاوة دي تتطبق في واحد سبع عشان تتطبق من اول ابريل دي زيادة على الموازنة العامة للدولة اكتر من خمسين مليار يعني انت عشان تيجي تشيل تلات شهور دول وتبقى فيهم الزيادة فدي زيادة كبيرة اضف الى ذلك ان كمان الدولة لما جات تعمل العلاوة زودتها عن اللي كان مخطط له في الموازنة بدل ما كان هتبقى سبع في المية اللي بتوع الخدمة المدرية بقت تمانية في المية بدل ما تبقى 14 لغير المخطبين بقت 15 فده معناه ان احنا رصدين حجم التدخم العالمي ان التدخم العالمي النهاردة زيادة الاسعار في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية هي تمانية في المية فانا نزلت للمواطن بتاعي زيادة تمانية في المية عشان يقدر يجابه هذه المشكلة فاذا الدولة رصد المشاكل اللي بتحصل في السوق لحظة بلحظة بتقدم حلول استباقية لحظة بلحظة ده ما يمنعش ان فيه ازمة عالمية ومشكلة عالمية الا ان مصر اثبتت قدرتها وكفائتها في مواجهة الازمات لان من البداية احنا اصلا عندنا اقتصاد ازمة يعني احنا من البداية ما كانش عندنا رفاهية ان احنا نقدر نقول ان الوضع الاقتصادي في مصر بقى وضع طبيعي وهدي لحنا من 2014 مشاكل امنية مشاكل مع السياحة حلنا المشاكل دي ووصلنا في 2019 لعلى معدل نمو السوق المصر كان كله كسبان في 2019 ولكن فجئنا بهذا الوباء وفجئنا الان باثار هذا الوباء وباثار الحرب الاقتصادية العالمية فاحنا زي ما نجحنا نعدي كل الازمات ان شاء الله نعدي الازمات اللي جاية احنا لازم نشتغل لان العمل هو الحل الحقيقي لكل مشاكلنا الانتاج الانتاج طبعا ولازم نشجع الناس على الانتاج ولازم نشجع الناس على الصلاة المحلية هي دي فرصتنا الوحيدة في الايش الكريم كل شكرا لك يا فاندم دكتور احمد سعيد الخبير الاقتصادي واستاذ القانون التجاري شكرا جزيلا لك يعني استاذ احمد ختمها يعني كده حاجة إيجابية جدا لنا كلنا